هذا ووصل الطائرتين إغاثة إلى جزيرة سقطرة اليمنية قادمة من المملكة محملتين بمواد طبية وإغاثية ويعمل فريق هندسي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تنفيذ جسر إغاثي لتلبية الاحتياجات التنموية والإغاثية في تلك المنطقة وقد وصل سافير خادم الحرمين الشريفين محمد الجابر إلى سقطرة حيث كان في استقباله المحافظ رمزي محروس وأزراء الثروة السمكية والأشغال العامة وقيادات المحافظة